وفي سياق آخر سيحتفل قداسة البابا فرانسيس في الثلاثين من شهر أيلول المقبل بتعيين غبطة البطريار بيرباتيس ساباتسابالا كردنالا جديدا للكنيسة الرومانية المقدسة وسيعقب التنصيب الذي يسبقه اجتماع للكرادلة في بازليك القديس بوتروس حفل استقبال لتقديم التهان لغبطته في القصر الرسولي في الباتيكان هذا وقد دعت بطرياركية القدس للاتين المؤمنين إلى المشاركة في القداس الإلهي الذي سيقام يوم الرابع من شهر تشرين الأول القادم في ساحة القديس بوتروس وذلك بمناسبة تعيين غبطته كردنالا للكنيسة الرومانية وبعد الاحتفال سيتقبل غبطة الكردنال التهاني في ردهة البازليكة